موسيقى يعني انا يعني حظي كان حلو ان انا حضرتها اه ولا اي بحبكتير لها الصورة لانهم بتحس قديش فيه تفاعل مع الجمهور وقديش هيك بيأثر فيه الجمهور المصري فبحبكتير لها الصورة ها اول صورة من اول حفلة قلب المصر تانية صورة بحبها جيكا هي من مسرحية غنائية قدمتها بسنة 2008 هي اول مسرحية غنائية واول عمل شاركت فيه بحياتي هي مسرحية غنائية من تأليف الكبير منصور رحباني والموسيقى والانتاج لأكيد قسامة الرحباني ولعبد فيها دور البطولة النسائية دور روكسانا وهي مسرحية غنائية مع عنوان عودة الفينيق وهنا ها واقف انا عالمسرح وهنا الناس فيه ستنديج اوفيشن وناس عم يزقفو كتير بحبها هالصورة لانو منشوف الناس والجمهور وهنا فعلا كان يعني شعور ليوصف انو اول عمل لقلي يعني اول ما بلشت ومن وقتها تبعت المسرحية الغنائية يعني من وقتها عملت يعني عودة الفينيق من بعدها عملت صيف 240 للكبير منصور رحباني كمان ومن بعدها عملت ملوك الطواقف كمان للكبير منصور رحباني واخر مسرحية عملتها دونكي شوت لمروان غادي وقوثمر رحباني هولا هن الاربع ادوار واحد اتنين ثلاثة اربع وان شاء الله قريبا المسرحية غنائية جديدة ان شاء الله نخلص من موضوع كورونا ده ونرجع نشوفها بدانيا على المسرح ونشوف لها كلابات جديدة تريد بعد صورة وهي ده صورة من المسرحية العالمية نوتر دام دي باري اللي عم بلعب فيها دور إزميرالدا وعم نجول فيها العالم كله وهاي ده إزميرالدا